الله عليكم ورحمته وبركاته كل سنة وكل عام وانتم بخير ومبارك عيدكم نتابعوا إياكم انطلاغتي هذا الصباح وهي انطلاغة الشوط الرابع والشوط الرابع مخصص للقاية المهجنات اللاصائل لأبناء الغابايل وتابعتوا إيانا ثلاثة أشواط برفقة زميلي عبد الرحمن أحمد أمين وكان الشوط الأول من نصيب الغربية للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري وشوط المهجنات من نصيب اللحوق للسيد محمد بن قحيد المهيري وشوط الجعادين أيضا من نصيب العقيد للسيد محمد بن قحيد المهيري والناموس نتابع أيضا هذا الشوط وبنشوف نصيب المركز الأول من هنا من أرضية هذا الميدان ميدان المرموم وعلى الهواي بثا مباشر عبر غناة دبي ريسنغ نتابع الآن مغدمة هذا الشوت وراء الآن الغربي في مغدمة هذا الشوت للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري وفي المركز الثاني الرمادي في المركز الثاني للسيد يوسف بن هلال الرماس للسيد يوسف بن هلال أبو براهيم وفي المركز الثالث مياس للسيد محمد بن راشد بن عبيد المنصوري وفي المركز الرابع براق للسيد علي بن بخيت النيادي وفي المركز الخامس نشوف هناك المركز الخامس أرى شعار سيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري على ظهر حبشان وفي المركز السات شاهد لسيد حبيب بن محمود بن حبيب وفي المركز السابع مياس لسيد حميد بن عتيج بالهلي وفي المركز العاشر المركز العاشر ولا المركز التاسع المركز التاسع في هذه اللحظات غير مدون عندنا في الكشف وفي المركز التاسع للسيد محمد بن قحيد المهيري وفي المركز العاشر للسيد محمد بن حلي بن سلطان بن رشيد الاجتبي واسم الضبي هذا اول ندى للمراكز العشرة الاوائل ونرجع واياكم ايها الحب الكريم مشاهدين الكرام الى مغدمة هذا الشوت والى الغربي الغربي السلام لا زال مسيطر على مغدمة هذا الشوت والشعار الغربي اليوم يفتتح سن اللقاية والسلامات الى هالي الغربية ودائما هذا الشعار اينما كان واينما ذهب يودي السلامات الى هالي الغربية والى مدينة زايد ها هو الغربي للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مغدمة هذا الشوت الضبي في المركز الثاني للسيد محمد بن علي بن سلطان بالرشيد الاجتبيه في غيادة الدكتور لصايل ننتقل الى المركز الثالث وفي المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن قحيد المهيري وفي المركز الرابع شاهين في المركز الرابع للسيد حبيب بن محمود بن حبيب وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن زاني للسيد محمد بن زاني بن قنون وفي المركز وفي المركز نشوف المركز السابع المركز السابع في هذه اللحظات يغير الى المركز الساد الى المركز الساد في هذه اللحظات للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري الحنيش وفي المركز نشوف المركز السابع المركز السابع تسلل على المركز السابع في هذه اللحظات من قبل شعار سيد أحمد بن خلفان بن شاوي الأغفلي وفي المركز الثامن المركز الثامن راحبشان للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري وفي المركز التاسع المركز التاسع مشوش للسيدة راجد بن محمد بن راجد بن غدير الاجتبي وفي المركز العاشر الخوال للسيد سالم بن كميدش بن علوبة العامري هذه النتيجة وبنسير مع الغربي الغربي يرقل لكن الضبي 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 أنا هنا سيارة التلفزيون مغطية علي ما شفت للغربي لكن الضبي الضبي ينفرد نحن نضيع العاشر المراكز الأولى والضبي يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط يا سلام الضبي للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي ينفرد بمقدمة هذا الشوط بقيادة دكتور الأصائر علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي يا ابو محمد ركز يا ابو محمد وتابع وشاهد الضبي الذي يقدمه في هذا الشوط الشوط الأول للجعادين المهجنات الأصائل وهل العوير يبون عيدية يبون عيدية يستاهلون لكن الغربي يغترب أيضا الغربي يغترب والضبي لا زال مسيطر ونحن نغترم من خط النهاية وبنقول وبنقول سلام سلام عليكم يهل العوير وكل عام وانتم بخير تهانين للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على فوز الضبي بالمركز الأول المركز الثاني الغربي للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري المركز الثالث الخوار للسيد سالم بن كميدش بن علوبة العامري وفي المركز الرابع المركز الرابع شاهير للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي وفي المركز الخامس للسلطان بن خليفة بن سالمين الحميري وفي المركز الخامس ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول الضبي الى خط النهاية قاطع مسافة الاربع كيلو متر في زمن وقدر ست دقائق ثانية وخمس اجزاء من الثانية تهانين للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني الغربي قاطع مسافة الاربع كيلو متر في زمن وقدر ست دقائق ثانيتين اربع اجزاء من الثانية تهانين للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري والذي وصل في المركز الثالث كان من نصيب الخوار قاطع المساوى 6 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية تهانين للسيد سالم بن كميدش بن علوبة العامري